فإذن هاي نقطة مهمة جدي كتير في معجزات كتير صنعة ولكن اختصاص فتح العيون هو اختصاص الرب يسوع في إشعية 29 في إشعية 35 إشعية 49 آية 6 إشعية 42 آية 6 إشعية 9 آية 2 ثلاثة الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور في أعمال 1347 بتم من نبوه في العهد القديم أرسلك نور للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض فإذن أول شيء أحبائي اليهود بالنسبة لهم خلي بالك أنه عشان يعرفوا من المسيح فهون عم بيعمل أمور اللي بتثبت مصداقيته أنه هو المسيح المنتظر فاليهود كانوا بينتظروا علامات ليه المسيح؟ أهم علامة وأول علامة أنه المسيح هو الذي يفتح عيون العمي تتذكروا في إنجيل متى إصحاح 11 سأل يحنى أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ولا نستنى مسيح تاني فكان جواب المسيح ليحنى أول جملة العمي يبصرون وهذا كان دليل كافي ووافي لمصداقية المسيح أنه يفتح العيون العمي بل أعطى هذه الإرسالية للتلاميذ عندما قال الأعمال التي أعملها أنا تعملون أعظم منها لأني ماضي إلى أبي وعندما بعت التلاميذ في إرسالية قال يعني أخرجوا شياطين أقيموا موتى افتحوا عيون فإذا فعلا كان يفتحوا العيون وكانوا يتمموا مشيئة الرب يسوع المسيح العلامة الثانية بالنسبة لليهود أنه المسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثنى عشر فهم هاي الموضوع قيافة اللي مع أنه كان ضد المسيح ولكنه تنبأ نبوة اللي هي بتنطبق على المسيح قال لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد وفعلا مسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل ولكن عمل شيء أكتر قال لي خراف أخر من حضائر أخرى ينبغي أن آتب تلك حتى تكون رعية واحدة اليهود والأمم فوحدهم من خلال عمله في الصليب العلامة الثالثة المسيح هو الذي يبني الهيكل قال يسوع انقد هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام كان يتكلم عن هيكل جسده فإذا واضح أن يسوع المسيح تمت فيه هذه المواصفات لأنه القادر على كل شيء اللي تمت فيه نبوات العهد القديم وهو الذي يتكلم بكلمة فيستطيع أن يحقق كل شيء ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر